صار أنا بالي حاضر قبل ما يموت، أنا بعرف أنه خطيار، بس ما بعرف عنه شيء، طلع هو مريض كانسير، وبآخر أيام حياته، كان بقودة حطة أكسجين، بالوقت اللي أنا اتصلت يعني، لما أنت اتصلت بمرض، لك بأي وقت سبوع بعثتني لأعمل شيء، هلأ هلأ هي صار تبكي، أنا ما استوعبت شعن بإلا أنا، مش مش هتستوعب شعن بإلا هيك، ثاني يوم حكيناها، طلع أنه هو هيدا الشيء اللي ما فهمته بساعته، فهمته بعدين، هيدا عمله روح القدس، اللي كان عم بيشتغل بحياتي أنا تلات سنين، وبحياته هو للتوبة، هو كان ما بعرف قده وقت، بس كان صار له وقت طويل عم بيشتغل على هيدا التوبة اللي عنده تكون حقيقية، لأن أنا بش هتفياس بعدين، شهدت عليها هيدا الزلمة كان ناطر إشارة من ربنا أنه سامحوا، والإشارة أجيت مني أنا من تليفوني، ساعتها هو شيل الأكسجان ونزل على الأرض ركع بك كتير، وهو وضعه دقيق كتير كان يعني بين يوم ويومهم شيل الأكسجان؟ شيل الأكسجان؟ نعم، دلعه ثلاثة أيام يبكي، ثلاثة أيام يعني هيدك، دموع هي عم تقلنا أنه ما عم تنشف دموعه بعدين، ما رأيت شي جمعة، حكيت، قلت له بليز، إذا فيني قعد معه بس خمس دقائية، ما اخدت له بوكات الظهور وهيك أنا، قلت لي بدي أقل لك شي رسالتك وصلت، أنا بفضل أول شي ما تجي لأنه هو دقيق، إذا حقيقة حدا شافي كفيت اللي عنده على البيت، ومات جو، يعني مات بهيدا الوقت، لأنه هو كتير بحيات، وضعه دقيق يعني، رح يفكروا أنه أنت عملت له شي، وساعتها بعت وراء الكاهن، اعترف بكل جرائم الحرب اللي صارت، مش بس أهلي، في كتير ناس غير، هيدا الزلمة بس رجع مات، مات من بعد هاي الحادثة بشي شهر، أول شي أنا شفت قدي ربنا رحوم، يعني رحمته ما منقدر نحده حتى بعقلنا، عقلتك أنت موافقة على مسامحتك لأله ولا ما كانت عادثة؟ لا، ما كانت عارفة حتى طلعت على التلفزيون، أنا حكي، اليوم صاروا خمسة وخمسين مرة تحت حيات، أكيد بمدارس على التلفزيون كذا مرة، ولازم نحكي عنا، لأنه مش لأنه رانيا، لأنه يسوع هيك بيوصلنا، ومش أنه بالإنجيل أحب أعدائكم، يعني شي قف إنه هيدا شي مستحيل يصير كأنه من برات هيدا الكون، لا، ما هو حطه بالإنجيل لأنه نقدر نعيشه، وأنا حدا ضعيف، وبيقل له دايما أضعف من ضعيف كمان، مش ضعيفة، أضعف من ضعيفة، مان حدا، بس أنا فتحت قلبي على الآخر يمكن لو قلت له بدي تعلمني، اشتركوا في القناة